أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من كاب فنكتغ تيفي بطنجة أجرى الملك محمد نسادس مباحثة هاتفية معلمين العام للأممية المتحدة أنتونيو جوتيريز أمسي الاثنين انصبت حول تطورات القضية الوطنية وخاصة الوضع في القرقرات بصحراء المغربية خلال هذه المباحثات أكد الملك محمد نسادس للأمين العام للأمم المتحدة أن المغرب تحمل مسؤوليته في إطار حقه الشرعية حول هذه المباحثات يدور تقرير زميل عصف الحمود اتصال هاتفي جاء بعد تطورات الوضع في منطقة القرقرات بالصحراء المغربية طيلة الأيام المنصرمة أكد الملك فيه أن المغرب أعاد الوضع إلى طبيعته وقام بتسوية المشكل بصفة نهائية وأعاد انسيابية حركة التنقل بالمنطقة وقال الملك محمد نسادس في محادثته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إنه عقب فشل كافة المحاولات المحمودة تحملت المملكة المغربية مسؤولياتها في إطار حقها المشروع تماماً لا سيما وأن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها ميليشيات البوليزاريو بتحركات غير مقبولة كما أن المغرب سيواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية بهدف فرض النظام وضمان حركة تنقل آمنة وانسيابية للأشخاص والبضائع في هذه المنطقة الواقعة على الحدود بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجدد الملك التأكيد للأمين العام الأممي على تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار وبالحزم ذاته تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة وفي إطار الدفاع الشرعي على أي تهديد لأمنها وتمأنينة مواطنيها وفي الختام أخبر الملك جوتيريش بأن المملكة ستواصل دعم جهوده في إطار المسلسل السياسي الذي يتعين أن يستأنف على أساس معايير واضحة ويشرك الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي ويمكن من إيجاد حل واقعي وقابل للتحقق في إطار سيادة المملكة